اشتركوا في القناة سهل جدا هتقدر ان انت تعمليه بمنتهى السهولة في البيت هم فواد التمرين ده اللي هو هيعلمهم العد و هيعلمهم كمان الارقام و كمان هيعلمهم يعني هيقلل من تشتت الانتباه هو بيعلم العد والارقام و بيقلل من تشتت الانتباه و بيعلمهم كمان التركيز تمام معنا عن ورقة عادي ابيضة هوا و انا رسمة عليه زي ما انتم شايفين و ده ظهر بتشتروه عادي من المكتبة بيبقى هوا شكله عامل كده ممكن تلقوا عندكو يعقف البيت ده فومجليتر متقطع هوا بقصاصوه انا بقى حجام مختلفة كده عشان يبقى الشكل يعمل كده يعني مستطيلوت كده يعني حاجات عشوائية كده تعالوا بقى نشوفو هنعملو ازاي او هنشرحو التفلة هيبتدي يلعبو ازاي فكرة بقى ان هو التفلة هيبتدي يمسك الزهر دو اللي احنا قلنا منشتروه من المكتبة طبعا و هيبتدي الميل كده مثلا لو طلع له رقم اربعة زي ما انتم شايفين هيبتدي يدور فين رقم اربعة هيبص هنا يلاقيه هنا زي ما انتم شايفين هنا طبعا انا لو انتم طفلكوا بياخد الارقم بالحساب يعني واحد اتنين هتبتدي تكتبوها واحد اتنين تلاتة لو بياخدها بالماز هتكتبوا وان تو سري طبعا زي ما الطفل بياخد الدراسة بتاعته تمام كده طيب الطفلة لو لسه بقى ما بيعرفش انهم يقول دول اربعة على طول اللسه مش عارف رقم اربعة هو يبتدي بقى يجيب الفوم اللي احنا مقصاصينه بشكل عشوائي بشكل عشوائي طبعا عشان يبقى شكله فاني خالص وحيبتدي مسلا يحط ايه يعني اكنه عنده اربع ايه اربع شعرات زي ما انتم شايفين كده واحد اتنين ممكن بقى يحط الوان مختلفة يعني زي ما هو عايز هو بيبتدي ان هو يزوق كده مثلا اه كده اهو زي ما انتم شايفين الفوم اللي عندي هنا دول لازم يكون بيلزق من ورا علشان الطفل هو ايه يبتدي ان هو يقوي الانمل بتاعته يبتدي شيل اللازقة من ورا كده ويبتدي يلزقه هنا بكل سهولة وفي الاخر طبعا هتبتدي تعليقه له فقطه كحافز له كل مرة اه هنشوف طبعا التمرين دوه اه بتعمل ازاي اكتر عملي خليكوا معينا عشان خليكي عبقرية هبتدي نعمله عملي اه زكا تريم عمل ايه الحمد لله يلا خد الزهرة وبتدي رميها هنا سيناه قدام الكاميرا يلا دي كم دل عد اتنين بين اتنين ايه يلا بتدي بقى حط له ايه اه شعرتين المفروض ان احنا ايه بنحط له شعرتين يعني هل اعملها هنا يلا طبعا هنا الطفل بيبتدي ان هو يركز في الايه بان هو يشيل اللازق طبعا من الفوم زي ما حضراتكم شايفين طبعا ده بكده بننمي المهارات بتاعته وبيركز طبعا ان هو بيحط على الايه طبعا اهو بالطريقة دي تمام اهو ممكن طبعا ايه هات كده الفوم ده كده كريم ممكن ان هو يحط اه انا عاملة كزا لون ممكن حط بقى ايه يلون او يخليها اه لون واحد زي ما هو عايز يلا بتدي يمسك الزهر تاني يا كريم فين الزهر يلا بتدي اه ستة فين تمام يلا يلا بتدي يبتدي برضو هو ورينا كده وانت بتفك ازاي اهو طبعا محتاجة شوية التركيز اهو زي ما انتم شايفين التمرين ده مهم جدا جدا زي ما انتم شايفين كده يبتدي ان هو ايه يفك اللازق طبعا من الايه من الفوم ويبتدي نفس العدد اللي مكتوب عندنا كده طبعا دي الحاجات دي انتم بتعملوها عندكم في البيت مش بتشتروا حاجة من برا اه حتساعدكم جدا ان الاطفال اه تقوي مهاراتها في البيت بمنتهى السهولة في نفس الوقت بتعلموهم العد وفي نفس الوقت الارقام يعني بيعلمكم اكتر من الحاجة اه وطبعا زي ما نقولنا ان هو بيقوي عضلات اليد طبعا هو طبعا الطفل بيحاول يركز ان هو يحط على الايه على الخط ده تمام ان هو ما يمشيش ايه اه يمين او شمال لا طبعا هو بيركز ان هو يمشي على الخط اللي اه اللي هو في الراس يعني اللي برا ده مع ان هو يبحافز العدد زي ما انتم شايفين اه بتبقى سهلة جدا وما فيش اي مشكلة وبحاجات في عندنا في البيت نقدر ان احنا نستعملها طبعا الحاجات دي بتتعمل في مراكز برا وبتبقى مقلفة طبعا ان انت لام بتروح تدي الجلسة بقدي كده برا اه علشان خاطر تبتدي ان هي تنمي مهارات ابنها لا انت ممكن ان انت حضراتك تديها بسهولة في البيت من غير اي حاجة اه وفي منتحة البسوطة زي ما انتم شايفين اهو كده كام يا كريم عد كده واحدين تلاتة اربعة خمسة فضيلة واحد اهو تمام كده وبيبتدي يعد ويعرف حتي ده كده ولينا انت بتشيل اللاز ازاي تمام كده ممكن كمان تكبري شوية لو ابنك لسه صغير اه حسب سنه يعني تمام بتبقى شكلة فاني كده زي ما انتم شايفين اه طبعا انا اخلي كريم يكمل للباقي وحيلزها طبعا ايه هنلاقه له في قطه اه تبقى حافز ليه وبتبقى كمان مسلية جدا ومشكلة برضو حلوة تبتدي زي لوحة كده ممكن كمان اه تخلو الاطفال بعد ما بتخلص تلون الاشخاص اللي انتم عاملينها دي دي بتبقى موجودة اه عندنا في الايه اه في اله في اي مكتبة عادي ما فياش اي مشاكل اه في نهاية الفيديو بقى لو عجبكم الفيديو ما تنسوناش في اللايك وطبعا تدعمونا بتعليق تحت التعليقات طبعا انا بحبها جدا اه بصراح بتشجعني بصراحة وحافز ليه اه وما تنسوش تشايرو الفيديو علشان الكل يستفاد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته خليكي عبقرية